بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فلا يزال الحديث متصلا عن التعريف بالمقرر وقد تحدثت في اللقاء الماضي عن تعريف الثقافة الإسلامية ومصادرها وخصائصها وفي هذا اللقاء سأستكمل الحديث عن التعريف بالمقرر وذلك ببيان أهمية تدريسه وأبرز موضوعاته وذكر أهدافه العامة إجمالا وذلك على النحو التالي أما عن أهمية تدريس مقرر الثقافة الإسلامية ثلاثة فمن المسلمات أن لكل أمة ثقافة تربي أبناءها وتوجههم على أساسها وأمتنا الإسلامية تستقي ثقافتها من الوحيين المطحرين كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن هنا تظهر الحاجة إلى الثقافة الإسلامية التي تنبع من هذا المعين الصافي والوحي الإلهي الرباني فالإسلام هو الذي أنشأ عقائد الأمة الإسلامية وأخلاقها وقيمها وهو الذي حدد مسارها وبيّن منهجها ووضع أنظمتها وأقام لها الضوابط التي تعصم الفكر من الإنحراف والتطرف والغلوء وبالتالي فإن أهمية تدريس مقرر الثقافة الإسلامية يظهر في أمور كثيرة منها أولا تقديم التصور الصحيح والكامل والشامل للحياة والإنسان والكون في الإسلام من خلال تحديد علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه والآخرين وبالكون أجمع ثانيا إبراز النظرة الشمولية للإسلام باعتباره كلا مترابطا متكاملا لا ينفصل فيه أصل أو فرعا الآخر والتخلص من النظرة الجزئية له التي تقصره على بعض جوانب الحياة ثالثا تحصين أفراد المجتمع المسلم ضد ما يعرف بالتيارات الفكرية الفاسدة القديمة منها والمعاصرة الداخلية والخارجية والتي تهدف إلى السيطرة على عقول الشباب والتأثير فيهم بأفكار وأساليب ووسائل مختلفة تهدف إلى تمييع الشخصية الإسلامية أو إذابتها في الشخصية الغربية من الأهداف أيضا مواجهة الثقافة الغربية بتحدياتها ومؤامراتها بثقافة إسلامية صحيحة رصينة الهدف الخامس تأهيل الشباب والفتيات وإعدادهم لمواجهة تطورات الحياة ومستجداتها فالحياة تأتي كل يوم بجديد وهذا الجديد فيه من الحق والباطل والهدى والضلال والصواب والخطأ ما لا يمكن إدراكه إلا على أساس من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يقود إلى تأهيل نقي وسليم وتأسيس فكر صافي قائم على الحق المبين أيضا من أهمية تدريس هذا المقرر الإسلامي أن البناء الذاتي لأي شخصية إنسانية يحتاج إلى ثقافة متميزة قوية وعصيلة حتى تظهر أمارات هذه القوة على الشخصية ذاتها لأنه متى كانت الثقافة ضعيفة مهزوزة فإنها تذيب الشخصية وتصحرها والعكس بالعكس صحيح وهذا متوافر في الثقافة الإسلامية التي تستمد قوتها من خالق الكون ومالكه ومدبره سبحانه وتعالى من أهمية تدريس هذا المقرر أن حاجتنا إلى تدريس الثقافة الإسلامية في جامعاتنا نابعة من سياسة التعليم في بلادنا الحبيبة في المملكة العربية السعودية التي نصت على إقرار مادة الثقافة الإسلامية في الجامعات بمختلف تخصصاتها بهدف تكوين شخصية الشباب السعودي لتصبح شخصية إسلامية إيجابية تستوعب الرؤية السليمة للوجود والكون والإنسان والحياة من جهة وتعرف ما يموج في أصرها من أفكار مخالفة وشبهاتها الدامة وذلك للاحتفاظ بهويتنا وقيمنا واحترامنا بين الأمم أيها الإخوة والأخوات إن الثقافة الإسلامية ليست قضايا نظرية ولا تجريدية فقط وإنما هي نمط من التصور والسلوك معا وإذا بقي الفكر والعلم حبيس العقل والوجدان فإنه يفقد فاعلية وتأثيره ويصبح أقرب إلى الخيال والأحلام والأوهام ومن هنا فإن الثقافة الإسلامية لا بد أن يجسدها المسلم في حياته اليومية والعملية لتأكس حقائقها الإسلامية وتظهر آثارها على سائر الأقوال والأعمال أما بشأن ما يشتمل عليه هذا المقرر من موضوعات فإن مقرر الثقافة الإسلامية ثلاثة يتكون من قسمين القسم الأول يتحدث عن المجتمع الإسلامي ويهتم بالتعريف بالمجتمع الإسلامي وأسس بنائه وخصائصه وأهم مبادئه التي يتكون منها والروابط الاجتماعية فيه وأسباب تقويتها وأيضا يعرض لأهم المشكلات الاجتماعية المعاصرة التي تواجه مجتمعاتنا الإسلامية مع التركيز على ما يخص الشباب والفتيات منها وتشخيصها ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها أما القسم الثاني من هذا المقرر فموضوعه الأسرة في الإسلام ويتحدث عن أصل الأسرة وأهميتها في بناء المجتمع ومكانة المرأة في الإسلام والمقارنة بوضع المرأة في المجتمعات الغربية أيضا الشبه المثارة حول المرأة في الإسلام حول عملها وديتها وشهادتها وإرثها وحريتها ونرد عليها بالتفصيل وفي هذا الإطار سألقي الضوء على الحجاب وبعض أحكامه وما يثار حول من الشبه مع تفنيدها ونقضها سأبين باختصار حكم الزواج وأركان عقده وشروطه والحكمة من مشروعيته والآثار المترتبة عليه بالإضافة إلى معايير الاختيار في الزواج والمرأة التي تحل خطبتها وأحكام الخطبة والنظر للمخطوبة وسأسلط الضوء أيضا على بعض الممارسات والعادات والتقاليد ونزنها بميزان الإسلام كما سألقي نظرة سريعة على اتجاه المجتمعات الغربية في تلبية نداء الغريزة الجنسية مع التعرض لتحريم الإسلام لكل ما يؤدي إلى الوقوع في الزنا من التبرج والاختلاط والنظر غير المباح وأختم هذا القسم أيضا ببيان أهم قضايا الأسرة ومنها على سبيل المثال القوامة الزوجية وتعدد الزوجات والمشكلات الزوجية وطرق حلها وفرق النكاح الطلاق الخلع اللعان الظهار والإله وغيرها من المسائل أما عن أهداف تدريس هذا المقرر فلتدريسه أهداف كثيرة أهم هذه الأهداف التعرف على خصائص المجتمع الإسلامي والأسس التي يقوم عليها ووسائل الترابط الاجتماعي وأهم المشكلات الموجودة أيضا الإلمان بتعاليم الإسلام في مجال تكوين الأسرة وإظهار دور المرأة في بناء الأسرة وتشكيل المجتمع كذلك الإلمان بهدي الإسلام وتوجيهاته في قضايا الزواج وتربية الأولاد بالإضافة إلى التعرف على طرق معالجة الإسلام لما يحدث في نطاق الأسرة من قضايا ومشكلات هذا والله أعلم وأعلى وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة